اكد الدكتور ثامر عبدالجبار العباسي استشاريه جراحة عامة وجراحة الإصابات الحادة أن الخدمات الطبية الملكية تتخذ جملة من الإجراءات الوقائية لإجراء العمليات الضرورية للمصابين بفيروس كورونا حفاظا على سلامتهم وسلامة الكادر الصحية عملية النقل تبتدي في مناطق العزب خاصة في العنات المركزة بالمباشرة مع الجراحين إلى احتياج المريض سوى كانت هي أحيانا يكون عندنا مريض مصاب بالكورونا عنده مشاكل طارئة جراحية ما تتعلق بالمرض أو مرضى يكونوا المصابين بالكورونا عندهم مشاكل جراحية تتعلق بالمرض نفسه ففي هذه الحالات عادةً اللي يصير أن مع المناقشة بأطباء العناية المركزة يكون فيه فريق طبي مكون من أطباء وممرضين ومسعفين يساعدون على نقل المريض من العناية المركزة إلى داخل غرفة العمليات طبعا نحن قاعدين نتعامل مع فيروس رئوي فالتعامل مع الفيروس الرئوي نحن نعرف بأنه ممكن أنه ينتشر عن طريق الرذاذ وعن أيضا عن طريق الدخان في بعض الأحيان فمن الأمور اللي نسويها هو تجهيز أولا طاقمة التخدير ويكونوا متواجدين في غرفة العمليات لفترة تخدير المريض بحيث أن إذا مثلا المريض كاح أو كان فيه انتشار للرذاذ ما نقوم نهيئ الجميع إلى هذا الرذاذ بعد ما يتم تخدير المريض بعدين أيضا يدخل عليه الطاقم الجراحي أنزين ونكون طبعا خلال هذه الفترة كلها لابسين لهوا الواقع الشخصي بالكامل عندنا حق الكادر الطبي الأمور اللي من أبي أنه تنتشر في الغرفة منها الدخان والرذاذ مع الفيروسات الرئوية ممكن أن الدخان والرذاذ هذه الأمور كلها تنتشر خلال فترة العملية فمن الأمور اللي نستخدمها أدوات سحب الدخان أنزين أدوات سحب الدخان ذات الجودة العالية تسحب الرذاذ اللي يكون موجود خلال استخدام الذبذبات الكهربائية لمسألة الكي خلال فترة العملية بالإضافة لهذا طبعا نشوف أجهزة التخدير الكامل معظم المرضى يكونوا تحت تخدير كامل خلال هذه الفترة مع علم بأننا نحتاج أحيانا أن نزيد من ناحية ضخل أكسجين ضخل هواء إذا كان عندهم انحسار الالتهاب في الرئة الآن بالنسبة للتعقيم طبعا من الأمور الإضافية غير التعقيم الاعتيادي اللي عادة ننسويه عندنا اللي هو جهاز التعقيم اللي يستخدم الأشعة الفوق البنفسجية طبعا ما نقدر نشغله الآن بما نحن موجودين في الغرفة بس الفكرة من وراء أنه بعد استخدام الغرفة يشغل الجهاز يعقم الغرفة بالكامل نزيد بالإضافة إلى التعقيم اللي عادة نستخدمها فالفكرة أنه من بعد استخدام الغرفة ترجع إلى حالة معاقمة مستعدة إلى العملية